يوم نجل النجم الراحل أحمد راضي يتجول في ملعب الزوراء قبل افتتاحه تجول فيصل نجل نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي في ملعب نادي الزوراء قبيل تجشينه في افتتاحه الرسمي مساء اليوم الثلاثة في المباراة التي تجمع فريقي الزوراء مع ضيفه وفريق الديواني ضمن الجولة 21 من منافسات الدور العراقي الممتاز ويرتدي فيصل قميص والده بالرقم 8 حيث حيى جماهير النادي المتواجدة بالملعب على أن يشارك بركل الكرة في انطلاق المباراة مع نجل اللاعب الراحل عليهادي لتكون تلك الركلة إذاءا بدخول ملعب الزوراء الذي يتسع 16 ألف متفرج في الخدمة ليكون أحد الملعب الرسمية في العاصمة بغداد وكان وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال قد افتتح الخميس الماضي نصبا تذكاريا في الجهة الجنوبية الخارجة لملعب الشعب الدولي يمجد الراحل أحمد راضي بعد نحو 20 شهرا على رحيله متأثر بإصابة ويروس كورونا وذلك في 21 حزيران يونيو 2020 إذ وجه دعوة إلى عائلة الحضور في افتتاح النصب ومشاركة فيصل في افتتاح الملعب مساء اليوم ترجمة نانسي قنقر